اشتركوا في القناة لحوم الحمراء قعدة تخرج من سلة الاستهلاك متاع المواطن التونسي إلا في المناسبات ثمانية فاصل ثلاثة كيلو جرام في العام هو معدل الاستهلاك التونسي اللحوم الحمراء صحيح وهذا المعدل الاستهلاك متاع التونسي واللي هو يشتراجع منذ السنوات معناته كان في أكثر من حداشن كيلو تشفص لخمسة كيلو لفرد الواحد في السنة وصلنا لتسعة مؤخرا ثم تراجع حسب الأخر الأرقام اللي عنها إلى حدود في ثمانية فاصل ثلاثة كيلو جرام للفرد الواحد رو نحن كيلو فرد واحد في السنة ربعين بالمئة من الكميات هذه استهلاك هيكون موسمي شمعتها موسمي معناته في رمضان واللي في العيد كبير بالضبط دونك من ثمانية كيلو هذو ما واللي يزيد يبين لك معناتها التراجع هذايا هو أنه بالنسبة لنحن التونسي كان في الانفاق متاعهم يصرف مئة وسبعين دينار في العام كامل للفرد الواحد وكان يستهلك في تسعة كيلو ونص ولا ينفق في مئتين وسبعتاشين دينار الانفاق زيت والاستهلك لونك سوكي فيه هنا اللي فيه انفلاسيون اللي فيه تضخم في متاع الأسعار في المادة هذه الكميات التراجعت لكن الانفاق زيت بطبيعة الحال هنا راه علاقة التونسي باللحوم الحمراء معنات الأسف نقول هنا عمل مش يخرج يحنا لكن عمل يبعد على المستهلك التونسي في الحم الأحمر احنا استهلكنا يسمى ضعيف جدا يمكن مقارنة 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 48.3 ضعيف لكن كنقارنوا 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 مثال اللي هو في هونغ كونغ والولايات التحدة الأمريكية اللي هم أكبر كونسوماتور متاع اللحوم الحمراء في العالم في حدود 124 كيلو غرام للفرد الواحد في السنة 124 124 لموين مونديال معدل العالم في حدود 43 كيلو غرام للفرد الواحد في السنة هذا المعدل العالمي جيراننا معنات المغرب والجزائر الجزائر في مستوى 15 كيلو والمغرب في مستوى 16.5 كيلو معناتها كان معدل ضعف يعطيك الصحة ونجيو أسفل الترتيب نلقى مثال دولة كما بنجلاديش ما يستهلكو كان في 4 كيلو ولا دولة كما الهند يستهلكو كان في 4 كيلو وبتبقى الحالة ذا يعود لأسباب دينية بحث عقيدية أكثر من حاجة أخرى فهمتني وليه احنا نتسمى ومعناتها معناتها الدوغران قونسوماتور متاع الأعمال وحوم عن حمراء فهمتني إليه رغم انه اللي معناتها في عاداتنا الاستهلاكية في لكن معناتها أسعار لديها دور كبير ياسر تراجع الاستهلاك هذيل إرتفاع الأسعار خاصة في السنوات الاخيرة بلغت ضروطها الفترة هذية فابتني ولاوت وتنفسروا بعتلي حتى الاسباب معناتها تلقى في مستوى خمسة واربعين ولا ستة واربعين كيلو غرام معتل دينار للكيلو متاع العلوش فابتني ولاوته ولا في ثمانية وثلاثين دينار كيلو الهابرة بقري بطبيعة الحالة هذي يعتبر مشحف برشة بالنسبة الجيب المواطن سبعة وعشرين في شركة لحومة تسعة وعشرين دينار وستة مئة لعلوش سبتمبر كان سبعة وعشرين ايه في سبتمبر توا حاليا نحن نبيع فيه بشهر رمضان تسعة وعشرين دينار وستة مئة لعلوش وثمانية وعشرين دينار وخمسة مئة للبقر انا حابت نستغل تواجدك معنا سيتارق بن جازيا كرئيس مدير عام للشركة التونسية للحوم وحتى في تجربتك سبقة في المعهد الوطني للاستهلاك المواطن العادي يسمع بالاسعار اللي تحكي فيها اللي هي في ستة واربعين وخمسة واربعين واش وثلاثين ويسمع كذلك بالاسعار اللي انتم تبعوا بها كشركة اللحوم لكن ما يعرفش شنو دوركم بالضبط انتم انتم كشركة اللحوم شركة تونسية اللحوم شنو الدور اللي تلعبوه في السوق احنا دورنا في السوق دور اول حاجة احنا كشركة نصم ان كمبليكس انتغري معنا سور لبلون لوجيستيك كمبليكس انتغري احنا عنا شركة في مستشن اكتار مستشن اكتار المساح اللي عنا في الوردية عنا سوق دواب كبير برش تسع الاف ومئتين متر ومربع معنا ام مليون دوتات باران يتعداوا من السوق هذية يتسمى اكبر سوق للدواب واكثر سوق منظم على كامل تراب الجمهورية عنا مسالخ بقري وعلوش ومسالخ الخيليات دونك عنا تروى زباتوار موجودين غاديكا عنا ديشونبر فرواد وعنا نقطة بيع او نقاط بيع تعمل 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 تحت تسمية الاصلية تدير ان فرانشيس هذا شركة اللحوم شركة اللحوم تاريخيا كانت هي المزود الاوحد والوحيد للحوم الحمراء على كامل تراب الجمهورية معتا كانت هي اللي تورد وكانت هي اللي تذبح وكانت عندها حتى فيرمات معتا بتبدأ لشان لشان دوفالور تبدأ حتى من فيرمات الى حدود التسعينات وتحرير القطاع بتحرير القطاع دخلوا عديد الخواص في المجال هذية فابتن الله ولا وهو ما يجيبوا بطبيعة الحال الحجم والدور متاع شركة اللحوم تقلص بصفة كبيرة برشا في الجانب هذية شنو وماذا باقية لدى شركة اللحوم باقية دورها التعديلي شمعت الدور التعديلي شركة اللحوم لعدد سنوات حتى في الفترة الاخيرة كانت تجيب في كميات من اللحوم الحمراء المبردة مش المجمدة مبردة اشتو الفرق اه رفريجيلي حاجة والكونجيلي حاجة الكونجيلي في تونس يجيبوه القطاع الخاص حاليا يجيبوه القطاع الخاص ويخصصوه اساسا للقطاع السياح كونجيلي اوكي لانه معناته سعره اقل ويمكن من التدخل فابتن الله الريفريجيلي حاجة اخرى معتها مش مكانجين مش حاجة معتها عندها مدة حاجة رفريجيلي مع جوز برشا ملي تذبح بظه بتعتيك الصحة وماكسيموم كارونتويتور بالنسبة لنا احنا دونك شركة اللحوم اختصت في الريفريجيلي اللي هو يمكن من التدخل السريع معناته انك انت ناقص الحم تمشي تجيب من البرة تعمل كونسلتاسيون وجي تدخل سلو مرشي انترناسيونال احنا بمناسبة معناتها شهر رمضان وامام الارتفاع بتبيت الحال متاع الاسعار متاع اللحوم الحمراء في تونس تم تكليفنا من سلطة الاشراف معتها وزارة التجارة باش نجيبوه كميات من لحم الضعن باش ندخلو بها في السوق فماش ما نجبدو الاسعار نحو الاسفل بسيفة مبكرة معتها انطلقنا حتى لسلو مرشي انترناسيونال عملنا معتها دو كونسلتاسيون انترناسيونال باش نجيبوه الكميات هذية للسوق الوطنية خلال شهر رمضان اللي انه اتفاجئنا بالحق ان الاسعار في السوق العالمية مرتفعة جدا معناتها وصلنا من ايرلندا الكيلو معناتها العلوج 8.5 اورو معتها زيده مصاريفه وديوينت واتستيرا يوصل هنا في حدود 35-36 دينار اللي هو يبقى كذلك رقم مرتفع ولا يمكن من التدخل في ايرلندا في اوروبا في ايرلندا علش نخل من اوروبا نحن لانه فما ضوابط صحية علش تزير تشري الحم البقري من السودان واحنا منشروشو هل احنا عنا اكثر ضوابط من السعودية لا ما عناش اكثر ضوابط من السعودية احنا الكرار ارخص ارخص لحم ضاءن موجود في السودان وفي النيجر وهو كذلك وانتي معنات حطيت ايدي لانه معناتها بالنسبة اللي نحن انا شخصيا ما ان شاء الله شكون عندي زيارة للسودان قريبا معناتها قريبا جزء بعد الواحدة باش نشوفوا غاديكا الشابتال شوفوا شروط الصحية الموجودة غاديكا وامكانيات توريد سواء حي او معناتها الفريجيري من السودان اللي هو اقل سعر وعنا معناتها التبادل الرسائل مع الوخيان غاديكا مع وزارة الثروة الحيوانية في السودان معناتها لا ما عنا مساعي معنات المساعي موجودة فبتني ولا ونحاولوا باش نوع العرض لكن شنو تقول فعناك معناتها ان هنا شو تخل بيكم نكون في الامور الادارية البحدة اللي هي عنده كل راس شروط حاضر محضر مسحين عليه ناس ولجنة وكل شيء وكي ما تعرف معناتها يمكن هي من الاشكاليات تاع شركة الحوم ان هي شركة تجارية مطالبة بالتدخل لكن تمشي بقوانين المؤسسات العرورية والاجراءات الادارية وطلبات العروض والليجان وفتح والتقييم السو بلاس يعني ماكش ناجع كيما البريفي يعطيك الصح السو بلاس مش موجود لكن احنا نقوله كونو نتغذاو على هال المانك دو سو بلاس هذيف انه نكونو حاضرين من قبل البياسر فرمتني ولا انا انا حبيت نسلك البريفي بركة البريفي عنده الحق يستورد الريفريجيري حاليا يستورد معناه كله عنده يستورد برشا عنا بوكود بريفي في تونس يقدمه في الكونجولي بس يترغ تنسك السوائل وان شاء الله جاوبني بصراح شاوب جاوب باي احنا اليوم في تونس نعيشوا في الجدال متاع المؤسسات العمومية اي باي ولو انه هو السوائل صعب بالنسبة للموقع كتاو هل تشوف انه تونس من التسعينات خلت لبريفي يدخل فيه سكتور متاع اللحوم وكذا وتبقى تمتلك شركة وبصراحة لي فيه متاع متاع شركة اللحوم في تعديل الاسعار ما وش فيه اه كبير لاني ما يش شركة عدها اعطيناها القدرات المالية الكافية و تشوف انه من قطاع استراتيجي نحن نبقى وعندها شركة متاع اللحوم عندك الحق بلكلام هذة امان ايش نجاوبك ام للامانة ونقول لك معاتها الكلام بكل صراح اه لان احنا ناس فنيين ام ام في الميدان ام ام يمكن انا اقبل كنت عندي العقلية متاع اني نقول الدولة متنجمش تكون ززار ام ريال مو الدولة متنجمش تكون ززار وشركة اللحوم حتى كان مؤسسة عمومية كانت عندها تجربة في اني حلت نقاط بيع تشرف عليهم هي ام ام فهمتني ولا افك المانيويل دو بروسيديور متاعها هي على نقاط بيع وباين وباين الفشلة متاع التجربة هذي عليش ام ام لخطر تجي انت الموظف عمومي تقولوا هاي شكرة فلوس وبره امشي للرحبة خوذ لي مية علوش وعشرة بقرات فهمتني دونك هذي هذي الحاجة للرنية ان كومباتيب الراه ميش مع المنطق ان كومباتيب مع الاجراءات الادارية هذي الحاجة للرنية الحاجة الثانية تجي الموظف تقولوا انت شنخدمك ززار وهو يسعى لك على ورقة انه هو يخدم من ثمانية لماذي ساعتي تقولوا زيدني ساعة يقولك ساعة زايدة حسب هالي بينما ززار في ملكه يحل الصباح وعشية وكلزم في اللي بينما موظف يقول لك ان شنية تبعت ولا ما تبعت شي مني فات صار التجربة وصار تقييم للتجربة شركة لحوم حالة حوالي 14 نقطة تبايع معنا تقبل لا قبل لي فرانشيز حالة تشرف علام هي بذات تلقى روحك ساعة لساعات تعمل في على ززار رجع لك ميتين جرام ناقصة اللي هي حاجة تنقص عادية بالشياح فهمتني ولا انت تعملوا اوديت وعليش ميتين جرام تدخل في امور اخرى معناتها معناتها في العقلية في المخيال المتاعنا كونه الدولة نجوش كون ززار في المقابل اش تلقى تلقى اللي الخواص وهذا نقوه في عديد المؤسسة العومية وهذا يلزم معتا تاخذوا بعين الاعتبار القطاع الخاص هي ما يدخل كان على الربح عمره ما يدخل بغاية تعديلية تو تتصور احنا مثال 29 دينار وستميل اللي نبيعوا به اليوم ماناش خاسرين فيه لكن ربحنا هامش ربح بتاعنا ضعيف عليش اللي خاطرح نحبه ندخله اللي هو الهامش اللي ما يرضاش به الخواص يعني صح ما يرضاش به الخاص تصور انت الخاص تقوله بره امشي يجيب من بره يلقاه ب 35 دينار يتكلف له يجيب ما يجيبش معت الخواص وقت اللي تحب تعول عليهم بالحق لتعديل السوق ما يدخلش معاك في منطق ال منطق الدعم الاجتماعي والسلم الاجتماعي وتوفير العرض ومي تسيلش نخسر فيه هذي ونربح بعد تالي لأ ما يهمتوش هذيك هو يهمتو فلوس عندو 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 رونتابيليتي عندو ديزاكسيونير وراه هو ما اللي يخدم شكوني نجم يعمل الحكاية هذي الدولة وهذاك الدورة هذاك عنيش قدلك الخروج نهائيا من القطاعك كل فهمتني والليه فيه كذلك جملة من المخاطر يعني احنا وصلنا لكونكوليزيون واحنا صحيح ما ما ناش نعملوا فيه ولكن في الاخر في الاخر لازم يكون موجود الدولة لازم تكون موجود ما هتكون موجود أقل شيء للتعديل انا ما عنديش مشكل جملة مع انو الدولة تتواجد في كل مكان انا كشخص لا لا انا كشخص اه القطاعات معناها انا نحب الوضوح تتواجد بطريقة واضحة ما يسيلش اما اعطي للشركات اللي ينتي مسؤولة عليهم القدرة المالية من اجل لانو انا نعرف انو شركة الحلو اللحوم كالجات عندها القدرة المالية لبرياها بتقول 29 لكلهم بسيف عليهم لاني هي القايدة متاع القطاع اما تجيب بقدرات مالية ضعيفة وتقول له هيا عدلي الاسعار هو راه ومعناتها بالنسبة لأقل شيء نحكي لك في الوضعية هذي بالذات فبتميلي بالنسبة لنحن احنا في تدخلنا في عملية التوريد عمرنا منطلبه فلوس ما عند الدولة شمعناتها من عند الدولة معناتها من عند وزارة المالية ولا نطلبه سيفونسيون ولا الدعم ليش لان اولا حال شركة خفية الاسم وشركة تجارية شمعناتها عول على مواردك الذاتية احنا مثال النجم ونخرجه على السوق العالمية نجيبه الكميات اللحوم لان نخلصه معناتها نجيب الحم نبيعه وبعدين نخلص الفرن يسير متاعي معناتها تدخل متاعنا سهل هنا لكن هنا قلت لك السؤال يمكن بالنسبة ليا نقول لك موش هذيك السؤالي يجبه يكون سؤالك يا هل ترى تنجم انتي تخدم افيك الامام سو بليس متاع الاخرية اي غادي هناك ما نحكيوش على امور مادية بقدر ما نحكيو على امور اجراءات ادارية متاع حاولنا متاع دليل اجراءات متاع انتي باش تشري لازمك لجنة تتلمو اذا يغيب واحد منه ما تلتأمش اللجنة معتا اجتفيق باش واحد يمرض ها ماد ما تجيبش وتخرج مرتين سلو مرشيها انترناسيونال المرة الثالثة ما عاش ناجم تخرج عليش على خطر وقالي اللي فرنسور اللي تنهار كامل وتبعثنا في اللي كونسلتاسيون يقولك سي با سريو يقولك سي با سريو فهمت شنواء بعد ما يقدم معاك معناها ما يتوصلش المرة الثانية يتوصلش لتي فيك المرة الثالثة يقولك ليس هيك ها سي با سريو اليوم نحكي وقبليك قلت اللي بيش تتوجهوا للسودان في قادم الايام واحنا مع اواخر شهر رمضان يبدأ التفكير في عيد الاظحة حتى ما نقبل بدينا نحكي وعلى عيد الاظحة نفهم من كلامك اللي اليوم القاطيع المحلي غير كيفي غير كيفي بالمرة غير كيفي لعدة اسباب اولا السبب لولاني خنقوا لها معناتها صراحة كانت فم كميات من لحم الضأن على الاقل من لحم الضأن كانت جينة من في تار تهريب من جزائر في تار التهريب توحى لين فم تسكير كامل معناتها بصيفة كبيرة ياسا وليت في السوق هذه ثانية حاجة منذ السنة الأخيرة فبتلي وليه صار قبال كبير ياسا على ذبحان الإناث وهذا بالحق خطر خطر كبير جدا تذبح الأنثى معناتها جريمة جريمة وهو مجرم عن تقانون المجرم لكن الأنثى قانون يجرم وجود وجود ذبح الإناث لا ويتبق لا يتبق للأسف مش قولك انت شوف المشاوي للأسف شوف المشاوي تكرفي علوج شوف لا والفلاح زادها ونعطيك أنا لحد نهار الاثنين في السوق الدواب متاعنا نحكي أنا وفلاح معناتها جيب سبع إناث باح قطلوا عليش خلي معاش ناج منوكلها ومشيكلهم الموس ونقولوا معنات الإناث هذوكم ماشي يخذيهم ززار خطر يشيكلهم الموس للأسف نقولوا لهن فمعام الآخر اللي هو أنا لأ لأ معناتها اللي لأ لأ الماتل رأي الناس كل معنятها الإجماع معناتها ما فيش نقاش كيف كيف رأي منظومة اللحوم الحمراء ظرت ياسر من الاختلال اللي شجدته منظومة الحليب مؤخرا معناتها خطر هوم من بعضهم يمشي منظومة الحليب ومنظومة اللحوم الحمراء معناتها الناس قعدة تفلت تفوت معناتها في الأبقار متاحة قاعدة تمشي تمشي للسكينة فما التهريب كذلك للجزائر بصفة كبيرة ياسر معناتها كانت كميات والحمد لله معناتها منذ حوالي ستة أشهر كانت فما وقفة حازمة من الصلاة الأمنية ومن الخيانة في الدوانة وحتى من المصالح وزارة التجارة وقاعد تقليص من الفينومان هذا بصفة كبيرة ياسر معناتها وفما معناتها العام الآخر في الأسعار وفي علاقة مباشرة والقدرة الشرائية كانوا حتى المستهلك التونسي في ثقافته الاستهلاكية معاه وعلاقته باللحم ما يعرفوش التونسي ما يعرفش يتعامل مع اللحوم الحمراء انتي كيتمشي للسزار عاتيني كيلو هبرة ولا عاتيني كيلو علوش ماكسيموم كيتقولوا عاتيني علوش لا نحب اكتف ما نحبش افخض إلا أنه فما الرقبة فما المسلين فما الافخض فما الاكتف فما كذين لسوين تفرق تفرق برش وكل واحد عنده سوم هذي الراوه مثلا في المحلات متاع شركة اللحوم في الجزارة العاديين يعطيك الصحة وهذاك عليش مثال تعطيك في البقري مثال الريانكو في البقري فما يجي تلاتاشن كاتيجوري بتاع الحم وللفيلي يعتيك الصحة لذيش نقولوا احنا لو كان نخدمه اكثر في المنظومة هذي عالكاتيجوريزاسيون فابتني وليه ونفرضاها بمناشير تفرضاها بقوانين تفرضاها باللي تحب عليها انتي فابتني وليه تخرج بطرف الحم مانيش مش ناخو الفيلي باربعين ولا بخمسة واربعين لهم بيأس نوبل ونجم ناخو صدر النجم ناخو انتركوت النجم ناخو مان لو اخياش قلت لك انا معناتها اللي هنا على قد ما تعمل فابتني وليه في العرض على قد ما تولي تنجم تستجيب ليجيب كل مواطن حسب هوش عنده في جيبه ينجم يشري طرف الحم هذي كيف كيف عملك بالريس رابدن نخدمه عليه كسوا للمستالك في ثقافته يزمو يعرف هلل اللي بيأس هذومة ويعرف ان هي اللي هي ضعيفة صومها ضعيفة صومها مرتفعة فابتني وليه كيف كيف زادة من النحيط المهنة كذلك عندها دور في الجانب هذي فابتني وليه كسوا معناتها اللي تكا بغرفتيها متاع القصابين وتجر جملة اللحوم الحمراء عندهم دور كبير يسر المجمع المهني لللحوم الحمراء كيف كيف احنا كذلك شركة اللحوم معنات دور في الحكاية هذية تو احنا مثال تدخل نقطة البيعة متاعنا تلقى معناتها 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 تنجم تاخو اللي تحب عليين سؤال في في تقريبا في الموضوع اللي انتي تحكي فيه جاوبني بقدر المستطاع في وقت ملوقات تقريبا من عشرة سنوات دخلت شركة منيش نسميها دخلت شركة خاصة في هذا الإطار وبدت تعمل في الفرانشيز متاحها وفجأة اختفت بشكل نعرش كيفاش نوصفه شو حكايتها وعليش دخلت وعليش خرجت انا انا عندي المعلومة لكن احتفظ بها لنفس لكن يبدو انه المشروع كان فيه بعض الامور اللي فلو واكتفي واكتفي بذلك اكتفي بهذا القدر واكتفي بهذا القدر هو اصلا الشركة هذي كتم حلها شركة اللحوم متسهلة فلوسي لا يوم الناسي هذي قدرش المبلغ تقريبا والله ما عنديش المبلغ في رأسي اردوازة كبيرة معناها باي باي اه موضوع لاني كتكاري اللوكال من عن شركة اللحوم باي موضوع نقاط البيع اللي انتم عاملينهم كشركة اللحوم اي عليش العدد قليل او شنا عطيك عليش احنا توحلين عنا مشروع عنا مشروع متاع نقاط بيع ان فرانشيز كما فسرت لك راهولو بروبلم تن بروبلم دو جيستيون يدو كنترول ام فابتني سعي بيسر سعي بيسر خاصة ان منظومة اللحوم الحمراء يجبها مثال نعطيك من لها من لها انكدوت انتي تخلوا برا سيدها تريف الهبراء هذي فابتني لها مشي بيح حالي هو فهمها طرف دي شي يقعد منها الززار الخاص في حانوته هو الدي شي هذيك يقلبو مرقياس بينما هو لا يخليه غاديك لنشيح باش يرجحو لك عقاب العقية باش يحاسب بيهم باش يحاسب بيهم لا دي شي يقول لك هذيك باش نحكي لك انا عالجسيون معنا كونش هذي هذيك عليش احنا تاوش بش نعمل لتو مثال عنا مشروع ان شاء الله باش نتلق خلال شهر ماي عذيك عننا ام بروجيت دو فرانشيز معنا 15 محل بشيخ دولو نحب نمول هاللي بروجيت هذو باش يطور الكاليتي متاع اللحوم الحامراء اي لابريزنتاتيون متاع اللحوم في تونس لكن منا جمش نعطاها الان جون مزازار صغير ما زال ما يعرف شو يدخل لك اك وموا كي تلقاها وراها معناتها النو معروف وموا عندو ان شانس خمسين بالمئة دو شانس دو ريوسيط احنا عنا تاو النقطة هذي احنا نخدم معناها سور لغران تونيس افي 15 البونت وونو الليلانسي لفرانشيزة دي شناعمل او بالا كوندداتور للي جون اللي يحب يعمل يحب يحل معنات يحل الحانود الززار ونوو عندو يسوري الفرماشون في المقرات متاعنا في شركة الحون في الوردية فبتنو اللي عنا ان كييت شارج بياني تابلي وعقد مصادق عليه من طرف المجلسة المنافسة دونك في مخص للكونترا لفرانشيز مشكلة كبيرة يسر في تونس. بتاع ترانسفور متاع الحم. هو كم كنت تحبوا نحكيه حتى تولي مايوند لاشين فاهم مشكلة كبيرة يسر. مم. بيمفيه حتى ترانسفور معنات. ناس قاعدة تز في كات كات باشي وفي استافات معناتها في الحم اللي هو معناتها استام برودي معنات تري سنسيبل. فابتني وليه. وديما عندك برشة عبادة يقول لك تي بارة التونس ماهم يطيبوا برشة. وطا تي بيه يقتل كل كل شي. فابتني وليه. وللاسف احنا نفا ديفلوبي حتى تقود لك معناتها دي ترانسبرتور بري في وش تماولهم البيتياز. معنات البيتياز هو لش يقوم بعملية التمويل. احنا نعطيه لونون دو مارك. ايه للو سافوار فير. وهو يبدأ يختم على ذا. اه احنا شفنا التقارير متاع المؤسسات العمومية الموجودة في اه وزارة البالية ما حبينا مبارب شو عليكم. شو يملقي نا موجودين. شنية يلقى المالية متاعكم. موجود تقام على الموقع متاعنا تلقى ظهر لي لا. محينة? لا مش محينة اخر واحدة. واحدة وعشرين. واحدة وعشرين. اما تدخل لرانو تلقى. انا لا لا انا جوز مش لسل على شفر واحد. مرحمة بيك. المديونية متاعكم مقدش واصلة اليوم. مديونية مديونية في حدود تو اربعة وثلاثين مليون دينار. ايه تعتبرها رقم كبير. والله اه معناتها كان قل لك اه انا واحد من الناس ما نعتبرش رقم كبير ياسر تنقلك عليش. انا بديره ما نعتبروش رق رقم كبير راو. لا هو معناتها اه اه اناوت رتايت سما كبير راو. اي اه اناوت رتايت سما كبير. اي نعرف. لكن احنا كنشوف المديونية هذي اشني. فها اه النسبة كبيرة ياسر اللي هي في علاقة بي علوش رومانيت. عملية التوريد اللي تم سنة تلفين واثناش. واللي هي حاليا المحل تحري. وتدقيق من طرف القطب القضائي المالي والاداري منذ سنة تلفين فامتني ولا. جديدة هذي. لا مش جديدة. لا 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 القضية كديمة. استغربت معناها كيفيش المديونية هي جزء ك معنا فيها ضمان من الدولة. مهم. فبتني اوليها. كلفت اه معناتها جملة من الخسائر. مهم. للشركة اللحوم. حاليا بالفوائض البنكية وصلت الى حدود يمكن 13 ولا 14 مليون دينار معناتها اكيد كا ديون. مهم. لدى البنك الوطني الفلاحي معناتها. فبتني اوليها. عنا كيف كيف نسبة كبيرة ياسر من الديون. هي ديون تعود الى سنة 97 و 98. وفيها قرار. فيها قرار بالطرح. من طرف مجلس ويزاري. لانه لم يتم تفعيل هذا القرار الى يوم الناسي هذا. رغم ما عشكون ستة وتسعين سبعة وتسعين. مع الخزينة. عنا تقول قرض خزينة من عام سبعة وتسعينة. وقرض قروض ديوان. او معناتها ديون ديوانية. اي. فبتني اوليها. هذو ما عندك فهم قرار بالطرح. بالطرح اي. لكن لم يتم تفعيل القرار منذ سنوات. معنات منذ. نعتيك منذ 2017 على اقل. من الادارة متاع اللحوم ولا من. اي. لا تفعيل من طرف الدولة. اي. معناتها بتبيت الحال. فبتني اوليها. اه. العائدات الشركة عائدتي جباية. احنا الحمدولة معناتها. اقل اخر. اذا نخدموا. يتنحيونها. الحويج الزايد. اي. خطر راي شريكة راي بانتها. كانت تتراكم برشة ديونة. اقبل معناتها. وكانت عندها برشة شركات. وبرشة مساهمات. اه. للأسف معناتها. وبرشة ناس قلبوها في فلوسها. اقبل. اه. فموزارات قلبونا في فلوس. قلبو شركة لعوه في فلوسها. مؤسسة عموميا. وزارات مش ناس. اي. وزارات. مش ناس. وزارات. وزارات. ببيت الحال. فبتني. ذكرت. ذكر متاع مصر تسير الصناد. متاع مصر بشت الصناد. استيق قصت تضعوا على الصناد. بشت الصناد قصت عليها. جلس عملت ناس على الحاجة. ثم امكانية انه الاتفاقات هذية متاع النيجر والكنترول متاع النيجر وسودان وكذا وتشوف فيها. ينجم يوصل للاقي ده. ينجم. ليه لا لا نجم نوصل. معنات نجم نستوردو الحي من غدا. نجم نستوردو الحي كما نجم نستوردو المذبوح عادي جدا. معناتها. بالعكس احنا تورنا. احنا عنا. معناتها بريسك يوميا. يوميا. عنا دي اول حاجة دي فورنيسور برا نتعامل معهم ديما ديما. باتصال مباشر بهم. نخرجوا على اللي معناتها اللي بلاتفورمة انترنسيونال. نشوفوا الاسعار. تطور الاسعار. معناتها كل مفهما. سؤال اخير. فيما يخص الاسعار. اللي خذيت منحة تصاعدي في الاشهر الاخيرة بشكل رهيب. هل اه بش بش تعمل عقلها شوية الاسعار هذي ولا مزال طالع. انا عطيك كلمة من الاخر. راه فما اسعار راه توحلين في الكبارية. بحذين احنا ف ما شكون يبيع في العلوش برابة وعشرين دينار راه. شنو ادي شنو السر. الله واعلم. فش يعلم فيه. الله واعلم. مش شيعلم فيه. فش تاكل. ريال مو فش تاكل. هم. ولي بيع بخمسة واربعين دينار. ولي بيع بس ثنين واربعين. لقيت حتى في بعض المساحات الكبارة ثنين وخمسين دينار. انا اقول اللي بيع هذي برش. برش. هم. ولي بيع برابة وعشرين برش. الاسوام في الفترة القادمة. ان شاء الله اذا اه تم معت فم حل لمنظومة الاعلاف. اول اذا ان شاء الله ربي يعطي خيرو. نتصور كون الاسعار بش تراجع. اذا ادخلنا كذلك احنا والقينا انفو ناتر. هات رحنا توم مؤخرا حتى نخرجوا لبرة. هم. عطيك خرجنا سلو مارشين دينار. جيت في فترة في الكونسولتاسيون الثانية. مع الفت دوباك. الفت دوباك يرجع لاستهلك في الاوروب. دونك الطلب الشيكتر على الحم. دونك القيناها غالي. الاسعار بش تراجع. الى جانب عندك السعودية بدت تحضر في روحها منتها. وللعيد الكبير شريو. كميات كبيرة يسر من السوق الاوروبية. كسواء في الحي. الجزائر كيف كيف؟ دخلت المغرب دخلت على السوق العالمية. بطبيعة الحالة هنا معناتها السوق اللي تري توندو. رئيس مدير عام الشركة التونسية للحوم ستارق بن جيزيا. شكرا. جزيل الشكر على كل ما تفضل.